موسيقى موسيقى الانقاذ والمتمثل أساسا في إخراج الضحايا من تحت الأنقاب وتقديم لعلاجات الأولية أتصور أن هذا الأمر الآن أو الموارد التي توفر عليها المغرب إضافة إلى ما تم قبوله من طلبات من قطر ومن إسبانيا وبريطانيا ربما يبدو أنه كافيا من أجل على الأقل تغطية الحاجات على هذا المستوى إذن بالتالي فالبلاغ اسمح لي بالمقابل معنا من الرباط دكتور عبد الحافظ أدمينو رئيس شعبة القانون العام في جامعة محمد الخانس أهلا دكتور عبد الحافظ نعلم أن مغرب ما زال يعيش هذه الساعات العصيبة نعلم بالتأكيد إنما كثيرون يتساءلون يعني لماذا تريثت المغرب في فكة قبول المساعدات الأجنبية للتعامل مع هذا الزلزال دعني أولا أشير إلى أنه مسألة تقديم العون وفطار المساعدات الدولية فيها أيضا فيها ممارسة وقواعد ومعايير دولية التي من خلالها بطبيعة الحال تحدد من خلالها طرق وأوجه تصريف هذا التعاون وهذه الاستعانة بتجارب دولية بطبيعة الحال المغرب وزلزال المغرب نحن نعلم أنه زلزال طال ثلاث جهات في المغرب أو المحافظات كما هو معروف وهذه الجهات بطبيعة الحال المغرب الآن لا ينقصه أو لا تنقصه الوسائل والموارد البشرية واللوجستية والتقنية للوصول إلى الضحايا وإلى تقديم الإسعافات الأولية بقدر ما يرتبط بالخصوصية الجغرافية والعمرانية لهذه المناطق التي وقع فيها الزلزال وبالتالي فالأمر لا يرتبط كما هو الأمر بمثلا في الحالة التي لحظناها في زلزال تركيا حيث أن المعونات الأجنبية والدولية تمثلت أساسا في مجموعة من الآليات التقيلة والآليات الضخمة التي ساعدت بشكل أو بآخر في مساعدة الضحايا ولكن الأمر بالنسبة للمغرب نحن نعلم أن هذا الزلزال وقع في أقاصي جبل الأطلس وبالتالي فحتى منافذ ومسالك الوصول الطرقية هي إما أنها غير قادرة على تحمل العربات الكبرى والتقيلة والآليات التقيلة وإما أنها أصبحت غير سالكة بسبب الانجرافات الصخرية القوية التي أحدتها الزلزال وبالتالي فالمغرب عندما تريت في قبول مختلف الطلبات التي قدمها نصف دول العالم فهو بطبعة الحال أولا يمارس سيادته فيما يتعلق بهذا القرار أولا وثانيا الأمر يرتبط كذلك بدور المملكة المغربية في عملية تنسيق وضمان التقائية مختلف المجهودات على اعتبار أنه عديد من الطلبات التي تقدمت بها العديد من الدول وحتى بعض المنظمات هي تتعلق مثلا بعمل المرحلة الأولى الموالية لزلزال وهي مرحلة الإنقاذ والمتمثلة أساسا في إخراج الضحايا من تحت الأنقاذ وتقديم العلاجات الأولية أتصور أن هذا الأمر الآن أو الموارد التي توفر عليها المغرب إضافة إلى ما تم قبوله من طلبات من قطر ومن إسبانيا وبريطانيا ربما يبدو أنه كافيا من أجل على الأقل تغطية الحاجات على هذا المستوى تسمح لي بالمقاطعة دول الملكي لم ينسى أبدا تسمح لي بالمقاطعة فقط نقطة توضيح مرة أخرى نعلم تماما حجم الصعاب التي يعيشها المغربيون حاليا سيما في منطقة الحوز أو إقليم الحوز نعلم تماما نقدر ذلك تماما نعلم تماما أن كذلك المغرب ربما له حساباته وله سيادته نعلم كذلك تماما نعلم تماما أننا لا نوجه هنا الآن لوما أو اتهاما بل نتساءل نوجه سؤالا نريد أن نفهم فقط حين رأينا تركيا في زلزال فبراير رأينا دولا أجنبية عدة موجودة باختصار شديد إذا منهار مئة مبنى فنحن بحاجة إلى مئة فريق إنقاذ سيما وأن بعض الدول الغربية أو كلها تقريبا لديهم أدوات ليست لدينا في المنطقة العربية لديهم حتى يعني كلاب بحث عن ناجين مثلا لديهم رافعات هيدرولوكية ليست لدينا مثلا لديهم مناظير وهكذا هذا هو السؤال لو كان وجد مئة فريق بحث من دول مختلفة كان كل فريق توجه إلى مبنى ننهار هذا هو السؤال باختصار بطبيعة الحل لأنه المغرب لم يرفض بتاتا هذه المساعدة وبالتالي هو قام بتقييم بتقييم للوضع وتقييم الحاجيات وهذا طبيعي لأنه قلت أحيانا ليس فقط الغرض هو أن نقبل هذه الطلبات وأن يتضح بأن المغرب يتعاطى بإيجابية مع كل من يريد أن يأتي إلى المغرب لتقديم المساعدة ربما أيضا أن عملية بين المراحل الأساسية أو المحطات الأساسية في تدبير الكوارث وهي المتعلقة بعملية التنسيق والإشراف لأن عملية التنسيق والإشراف مهمة جدا في هذه المرحلة حتى نضمن تحقيق النتائج قلت بأن الإشكال لم يكن أبدا مرتبطا بالموارد البشرية والتقنية المغرب الحمد لله له من الوسائل له تجربة في تدبير الكوارث له خبرة له جيش قوي له وقاية مدنية لها تجربة مهمة جدا وبطبيعة الحال اليوم المنظمة العربية للوقاية المدنية تشهد بذلك ودائما تستعين بالخبرة المغربية في هذا المجال إذن بالتالي فالأمر يتعلق بعملية التنسيق وإشراف باشرة السلطات المغربية انطلاقا من الحاجيات المتوفرة يمكن في مرحلة اللاحقة أن يقبل المغرب بجموعة من طلبات تقديم المساعدة لأن أيضا هذه المرحلة المرحلة الأولى المتعلقة بتقديم الإسعافات وبانتشال الضحايا هي مرحلة أولى في عملية تدبير هذه الكارثة وبالتالي فنحن مقبلين على مراحل متعددة ومتنوعة لا بد بطبيعة الحال أن يكون فيها العون الدولي والأممي والعون الأشقاء أيضا ضروري ومطلوب ومقبولون ومرغوب فيه طيب حتى دكتور عبد الحافظ ننظر إلى الأمر بصورة أخرى طيب دعنا نقول أنا وأنت أن المغرب لم يتريت وإنما المغرب قبل بالفعل بفكرة المساعدة بحثا عن ناجين أنت قلت لنا تقريبا نصف دول العالم تقدمت بطلبات بالمساعدة أو عروض مساعدة تقريبا يعني منها أمريكا مثلا منها فرنسا منها تايوان لن نعدد يعني إنما فقط أذكرك وفي النهاية قبل المغرب إسبانيا بريطانيا الإمارات قطر تمام رائع ما هي الأسباب مثلا في قابول الإسبان والبريطانيين والرفض الفرنسي مثلا أولا بالنسبة للفرنسيين والأمريكان لماذا لم يكن رد الفعل الأمريكيين على غرار الفرنسيين إذن بالتالي فالأمر يتعلق بكما قلت هو بتقدير سياسي وبتقدير لواقع الأمور وما يجري داخل الأرض وبالتالي فالمغرب ربما أنه قد يقبل بالعون الأمريكي في مرحلة اللحق قلت بأن هذه مرحلة أولى هذه مرحلة أولى وبالتالي فالمغرب عندما اختار أو ربما هذا بطبيعة الحال تبقى قرار ذي للسلطات هي اللي ممكن أن تعطينا توضيحات أكثر ولكن أتصوح أنه الإسبان بطبيعة الحال انطلاقا من العرض النوعي الذي قدموه متمتل أساسل في نوعية الوسائل التي استقدموها معهم وكذلك الخبر التي يمتلكونها بطبيعة الحال كذلك القطريين لهم أيضا تجربة ولهم من الوسائل التكنولوجية التي يمكن استعانة بها نفس الأمر بالنسبة للبريطاليين أتصور أن باقي الطلبات هي ربما سيتم برمجتها انطلاقا من المراحل المقبلة كما قلت هناك مراحل متعددة مرتبطة أساسا بإعادة عمار مرتبطة أساسا بإقامة البنية التحتية مرتبطة بإعادة الحركية الاقتصادية إلى سابق عهدها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمعنيين للمتضررين من الزلزل وغيرها وأتصور أنه طبيعي أن المغرب أيضا أن ينظر في هذه الطلبات التي تم تقديمها من قبل هذه الدول طب اسمح لك ذلك يا دكتور عبد الحافظ حتى نكون منصفين يعني ونحن ننظر في هذا الأمر فكرة المساعدات الأجنبية أن نتعرض ونطرح لما قالته البيانات الرسمية الحكومية في المغرب يعني ما فهمنا من هذه البيانات أن فكرة قبول طلبات المساعدة يجب أولا أن تتم بعد تقييم حجم الخسائر ثانيا الوقوف على الاحتياجات المطلوبة بعينها ثالثا قبول المساعدات الأجنبية رابعا التنسيق مع سلطات المحلية لنشر هذه الفرق إلى أماكنها أماكن مختلفة طبعا يعني وخامسا بعد ذلك التنسيق الدائم لإدارة هذه الفرق الأجنبية وقالت حينها الحكومة المغربية إذا ما تم التصرع في هذا الأمر فلربما كان سيأتي أو لربما يأتي بنتائج عكسية على ما أتذكر يعني صحيح نعم صحيح طيب هل لديك التعليق على هذه الرواية؟ هذا أول لا ليست رواية هذا بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية المغربية بطبعة الحال حددت فيه هذه القواعد والمعايير التي استندت عليها في النظر في الطلبات دعني أقدم لك مثالا مثلا على تدبير المساعدات العفوية التي قدمتها منظمات جمعيات المجتمع المدني في المغرب والخواص والعديد من الأفراد بكيفية فرضية وطوعية بطبيعة الحال ربما كلكم تابعتم الهبة المغربية لمساعدة المغاربة أو الهبة المغاربة لمساعدة إخوانهم طبيعة الحال من بين الصعوبات التي تطرحت وتطرح اليوم هي عملية تنسيق توزيع هذه المساعدات وبالتالي لا يكفي فقط أن تكون هناك رغبة وإرادة ولكن كذلك في تنسيق وصول المساعدات بكيفية متوازنة لكافة الجهات كذلك لحماية الأشخاص المتطوعين لأنهم يحملون شاحنات ومركبات تقيلة بطبيعة الحال وهذا ما يفرض تنظيم السير والجولان وكذا حمايتها في طرق وعرى لا زالت تعرف انجرافات سخرية إلى حدود هذه الساعة إذن بالتالي فهذا أيضا عبئ ينضاف على السلطات العمومية في تدبيره عوض بطبيعة الحال أن ربما أن ينصب اهتمامها بتدبير لحظة الكارتة نفس الأمر هو أيضا يقال على المساعدات الدولية والدعم الدولي لأن الدعم الدولي لا بد له بالتنسيق لا بد له كذلك لأن الأمر يفرض ضرورة تحديد المواقع التي يجب أن تستفيد وكذلك تحديد الجهات المخاطبة وكذلك ضمان أيضا حماية وممارسة هذه الأطقم لمهامها بكيفية سليمة وطبع الحال بما يضمن أيضا تحقيق الأهداف المرجوة إلى المتالي فهذا طبيعي عملية نعم مرحبا أشكرك عذرا على المقاطعة لكن فقط ابقى معنا وأريد أقول إليك دكتور عبد الحافظ من الرباط ربما ذلك هو سؤال الأخير الآن على ذكر المساعدات الخارجية التي يحتاج عليها المغرب ما هي برأيك حاليا في هذه المرحلة وهذا هو سؤال الأخير في هذه المرحلة نعم المرحلة المقبلة الحالية ربما هي مرتبطة أساسا بتوفير الإيواء لفائدة كل الأشخاص الذين بطبيعة الحال فقدوا منازلهم إضافة إلى العمل على توفير الخدمات الأساسية نتحدث هنا عن الماء الصالح للشرب عن الكهرباء وكذلك النظر في استئناف الأطفال واليونسيف تحدثت عن حوالي 100 ألف طفل تضرروا عن طبعة الحال أن يلجوا أيضا إلى قاعات الدرس ويعودوا إلى مدارسهم ولو في أماكن مخصصة منتقالية لهذه المرحلة دعني أشير إلى مسألة أساسية وأن بعض وسائل الإعلام الأجنبية يوم أمس نشرت مجموعة من الكاريوكاتيرات حول أن المغرب يريد أن يقتل أبناءه بطبيعة الحال هذه الصورة تعبر عن جهل الواقع المغربي يكفي فقط أن نلحظ الاستقبال للإنسان الرائع الذي حظي به جلالة الملك يوم أمس في المستشفى الجامعي وتقديمه أيضا واقدامه على التبرع بالدم لفائدة الضحايا ربما هذه رسالة واضحة على أن المغرب اليوم له من الوسائل له من الإمكانيات القادرة أن يتجاوز محنه ولكن بطبيعة الحال بعقلانية وبنوع من التبصر في النظر في كافة الطلبات التي يمكن أن تقدم لمساعدة المغرب والمغاربة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر